حققت حملة تحدي الخير التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة نجاحا كبيرا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تأتي تحت شعار في رمضان الخير خيرين تستهدف الحملة تشجيع رجال الأعمال والفنانين على انضمام لتحدي الخير بالتزامن مع شهر رمضان المبارك واحتفالا بيوم اليتين من أجل إسعاد الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم هذا وقام عدد كبير من الفنانين ورجال الأعمال بإعلان استجابتهم للحملة والمشاركة مع المؤسسة في تحدي الخير وفي استيقظاته عززت المؤسسة من خلال مقرتها في كافة المحافظات ومتطوعيها وقامت بتجهيز احتفالات للأيتام وتوزيع هدايا ومساعدات غذائية عليهم فضلا عن تنفيذ أنشطة ترفهية وثقافية من أجل إسعادهم ترجمة نانسي قنقر